في شأن آخر شهد رئيس مجلس الوزراء مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلية التنموية بهدف التعاون لبدء تنفيذ الحزمة الاستثنائية للحماية الاجتماعية والتي وجه بها الرئيس السيسي لدعم الأسر الأولى بالرعاية ووفقا للبروتوكول تقوم وزارة تضامن بتوفير الدعم النقدي لخمسمائة ألف أسرى من بين تسعمائة ألف أسرى سيتم ضمها إلى برنامج تكافل وكرامة فيما سيوفر التحالف الوطني للعمل الأهلية التنموية الدعم النقدي لأربعمائة وعشرين ألف أسرى بالإضافة إلى قيامه بتوفير الدعم الغدائي لإجمالي مائة وتمانين ألف أسرى ومن جانب آخر أوضح التحالف الوطني أن الدعم سيكون من خلال تمويل داتي كامل وأنه سيتم الالتزام بأقصى ضوابط الحوكمة في تنفيذ كل خطط التحالف في هذا الشأن